اشتركوا في القناة مجلسي الشورى والنواب هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب يسعدني أن أرفع إلى سموكم الكريم خالص التهاني والتبركات في هذا اليوم الذي نحتفي فيه مجددا بمسيرتنا الوطنية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ويسرني في هذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعا الذي يمثل انطلاقة جديدة لمواصلة المسيرة الديمقراطية التي اختطها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أن نشيد بما تقومون به سموكم من جهود أرست قواعد للتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية امتثالا لتوجيهات الملكية السامية وما أثمر عن هذا التعاون من منجزات لنماء وازدهار الوطن والمواطن وتحقيق التطلعات والإنجازات مثمنين لسموكم حفظكم الله ما تقدمونه من عطاء وطني كبير أسهم في تحقيق النهضة الحديثة للمملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سائلني الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد دوما على الخير خطاكم وأن يديم على سموكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سموكم سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد كان من دواعي سرورنا أن نطلع على برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب والذي أقيم برعاية سامية وتشريف من لد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وذلك تواصلا وتأكيدا لنجاح المسيرة الديمقراطية التي أرسى جلالته حفظه الله دعائمها في وطننا الحبيب ويطيب لنا في هذه المناسبة الطيبة أن نعرب عن اعتزازنا بما تضمنته برقية سموكم من مشاعر نبيلة نعتز بها كثيرا وكذلك عن تقديرنا لما تواصلون القيام به سموكم من جهود كبيرة ضمن منظومة العمل الوطني ودور سموكم البارز في مجال التنمية الاقتصادية إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء لبلدنا العزيز ندعو المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ سموكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء شكرا